جدا جدا أخدكم للقطة هي مش لقطة واحدة هي أكتر من لقطة كانت بداية المشوار وكانت بداية الحلم السعيد اللي عاشه جماهير النادي الأهلي على مدار 8 شهور واللي ان شاء الله بإذن الله طبعا القضية ممكن مجدي أفشة 85-45 لقطة ما يقدرش أي أهلاوي ينساها ولا يمحيها من الزاكرة اللقطة اللي كانت سبب في بداية مشوار ناجح جدا 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 حتى اللحظة البيتسو موسيماني وخلت الجيل ده يحط أو يحفر اسمه وسط أجيال عظيمة كتير جدا من نادي الأهلي أعتقد أنه الجيل ده لو حقق العشرة هيكتب اسمه بحروف من دهب ولعابته هتسجل اسمها في قائمة الشرف بالنسبة للنادي الأهلي ليه بقول ده؟ لأنه الحقيقة الجيل ده عانى من صعوبات كتير جدا يعني أهمها بشوف في رأيي قدرته على تحقيق الإنجاز طول والإنجاز في غياب الدعم الأول حقق الصد الأول المنيع والدفع الأول اللي بيحرك الصخر في المدرجات جماهير النادي الأهلي كل البطولات اللي حققها الجيل ده في الفترة الأخيرة كانت في غياب اللعب الأول الجوكر الأول هو جمهور النادي الأهلي في المدرجات ودي واحدة من أهم الصعوبات اللي عانى منها الجيل ده ثانيا طبعا خلي بالحضراتكم نحن نتكلم على أنك في خلال أقل من ثمان شهور لو حسبناها بالورع والقلم بتخوض نهائي أكبر بطولة في إفريقيا من 11-20-20 ل7-21 الأهلي وصل للمحطة النهائية للخطوة النهائية للمباراة النهائية في أكبر بطولات إفريقيا بطولة دولي الأبطال وده بالتأكيد في حد ذاته إنجاز كبير جدا نتمنى أن نحن نكلله بالنجاح ونتوج بالنجمة العشرة اللي هتنقل النادي الأهلي بتهيألي وتنقل الجيل ده نقلة تانية خالص لقطات الفرحة الحقيقة دي كانت بداية مشوار وصول لليابان وكانت بداية مشوار تتويج بالسوبر الأفريقي وكانت دافع كبير جدا للنادي الأهلي والجماهير وأنه هم يحسموا كل الألقاب والبطولات وأعتقد إن شاء الله بإذن الله لجرب طعم كاس العلم للأندية السنة اللي فاتت نفسه ومشتاء يحضرها في النسخة اللي جاية إن شاء الله